التلفزيون العربي نرحب دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى أهلا بك طبعا تبعنا هذا اليوم الطويل خلال مراسم التشييع ويبقى السؤال الأساسي بعد اختيال رئيس المكتب السياسي هذه الشخصية الوازنة والتوافقية والمعتدلة وكانت طرفا في المفاوضات إلى أين تسير الأمور الآن في المنطقة وما مصير المفاوضات الأمور تسير نحو تصعيد خطير والسبب في ذلك الحكومة الفاشية الإسرائيلية وليس فقط الحكومة الفاشية في الواقع ما نراه انعطاف نحو الفاشية في كل المجتمع الإسرائيلي ما معنى أن يؤيد 69% من الإسرائيليين في آخر استطلاع للرعي عمليات الاغتيال حتى لو أدت إلى إغلاق الطريق على إمكانية تبادل الأسرة واسترداد أسرهم هذا يدل على أن هناك نزعة فاشية خطيرة ونتنياهو جر الأمور في الاتجاه الذي يريده ولم يكن ليستطيع أن يجر الأمور في هذا الاتجاه ويجعل المنطقة بأسرها على حفة حرب إقليمية لو لا صمت الولايات المتحدة وعجزها عن أن تضع حدا لتطرفه الإجرامي لو لا صمتها على جرائمه المتكررة لو لا صمتها على الإبادة الجماعية الخطيرة الجارية الآن في قطاع غزة والتي تمس حياة ملايين الناس هذا السلوك الأمريكي والسكوت الغربي بشكل عام معظم الدول الغربية سكوتها على جرائم الحرب الإسرائيلية هو أدى بنتنياهو إلى هذه الدرجة من التطرف الفاشية التي نراها الآن صمت أمريكي وهذه الأخبار الواردة في موقع أكسيوس بأن هذا الاغتيال حصل دون استشارة واشنطن هل توافق مجاء في موقع أكسيوس بهذا الخصوص؟ هل بالفعل الولايات المتحدة لم تكن تعلم؟ أو إسرائيل لم تستشرها؟ لا أعرف أن لم تكن تعلم ولكن أعرف ثلاثة أشياء الشيء الأول أن بايدن والإدارة الأمريكية منحوا نتنياهو ضوءا أخضر للضرب في لبنان وطبعا الضوء الأخضر الذي امتلكه والموقف المريع لجلسة العار في الكونغرس الأمريكي أعطاه ثقة بالنفس لكي يقدم على هذه الجرائم ثانيا بغض النظر إن كان قد استشارهم في اغتيال إسماعين هنية شخصيا أو لم يستشرهم وقام بهذه الجريمة لماذا لم يدينوها في أي عرف وفي أي تاريخ عندما يكون طرفان يتفاوضان يقوم أحد المتفاوضين بقتل المتفاوض الآخر في أي عرف وما معنى أن تقول الولايات المتحدة أنها تريد أن تصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار ولا تدين على الأقل هذه الجريمة البشعة بل أكثر من ذلك النقطة الأهم أنها تعطينا كلام أنها مش موافقة ربما ولكن ترسل المهم الأفعال ماذا فعلت الولايات المتحدة أرسلت بوارجها الحربية الآن إلى الشرق الأوسط إلى البحر الأبيض المتوسط لدعم من؟ لدعم إسرائيل والوقاحة الكبرى أنه بعد أن قاموا بعمليتي الاغتيال ضد حزب الله في لبنان وضد القائد إسماعين هنية في طهران بعد ذلك تعلن الولايات المتحدة أنها ستدعم إسرائيل وتحميها من رأي رد فعل مشروع على هذه الجرائم التي ترتكبت أنا برأيي هذا كله لا يدل إلا على سلوك مشين ودعيني أقول شيء يجب أن يفهمه الإسرائيليون وهم لا يريدوا أن يفهموه ولكن يجب أن يفهموه لا اغتيال الأخ إسماعين هنية ولا اغتيال الشهيد ياسر عرفات من قبل ولا اغتيال الشهيد أحمد ياسين ولا اغتيال المغناضي الكبير أبو علي مصطفى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وهذا الاغتيال الجديد لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني هم لن يستطيعوا أن يمحوا وجود الشعب الفلسطيني ولن يستطيعوا أن يكسروا إرادته وإسراره على نيل الحرية ما قاموا به يجعل كل رجل وشيخ وامرأة وطفل في الفلسطيني يقتنع أنهم لا يفهمون للغة القوة وأنه لا طريق أمامنا للحصول على أماننا وحريتنا وكرمتنا وشرفنا إلا بالنضال من أجل وطني تصريحات المسؤولين الإسرائيليين كيف تنظر إليها؟ جالنت عندما يقول بأن إسرائيل تسعى إلى حش التحالف الآن لحمايتها وحماية المنطقة كما يزعم كذلك هذا ما أكدت عليه الإدارة الأمريكية ولكنها تخشى من أن هذا التحالف لن يكون بنفس المستوى كما كان في الهجوم على الإسرائيل السابق يعني شيء غريب أولا نتنياهو يتصرف كأزعر ورئيس عصابة يقوم بعمليات اغتيال هنا وهناك ثم يتريد دول الغرب أن تحميه ماذا يعني؟ هذا يعني أنها تشاركه في البلطجة وتشاركه في جريمة الحرب الكبرى في غزة مين أعطى إسرائيل 20 مليار دولار من القدائف والقنابل التي ألقيت على غزة؟ مش الولايات المتحدة؟ مش مستشار ألمانيا أعلن أنه سيواصل تزويد إسرائيل بالسلاح؟ أليست الطائرات البريطانية مازالت تحلق وتحاول أن تتجسس على قطاع غزة؟ ما الذي يقومون به؟ هم يجعلوا أنفسهم شريكين في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة وفي جرائم الإغتيالات الجارية أيضا ولكن هذا لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بس أنا أريد أن أكون شيء تعليقا على ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون قبل قليل ليبرمن وهو في المعارضة يعني يعتبر في المعارضة قال أنه عند دوية المدافع كلنا ندعم هذه الحكومة حتى يائر لبيد بالأمس طبعا ويائر لبيد أمس قال جملة خطيرة جدا تدلك على أنه هو أيضا أصيب بنزعة الفاشية أو بمرض الفاشي الخطير عندما يقول أنه لا يجوز في الإعلام والصحافة أن يكون هناك تغضية موضوعية أي تغضية موضوعية تخدم حماس إلى هذه الدرجة وصل الجنون أنا برأيي المجتمع الإسرائيلي بأسره وكل المنظومة الإسرائيلية الحاكمة والمعارضة كلها ذاهبة في اتجاه الفاشية وهذه الفاشية لن تردع إلا بالوقوف في وجهها والتصدي لها وأنا برأيي صحيح أن الحكومات الغربية عدد منها مواقفه مشين ولكن على صعيد الشعوب نحن نكسب الشعوب وسترى إسرائيل نفسها في عزلة أكبر وهذه الشعوب ستغير حتى مواقف الحكومات أنا برأييي الاغتيالات ليست دليل قوة بل دليل ضعف دليل إفلاس لأن كل القصف والإجرام والتنكيل والأمراض التي نشروها في غزة لم تحقق أهدافهم الأربعة لا اقتلعوا المقاومة ولا فرضوا سيطراتهم العسكرية ولا حققوا التطهير العرقي ولا استردوا أسراهم بالقوة ولجوءهم للاغتيالات أنا برأيي لا يدل على قوة بل يدل على ضعف وإحساس داخلي بأنهم عاجزين عن تحقيق أهدافهم ولكن طبعا ما قاموا به جريمة نكراء وحشية يعني أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الاستخفاف بالعالم وبالقانون الدولي وبحصانة الدول هذا أمر في غاية الخطور ولا يجب أن يسكت عليها أحد نعم دكتور مصفة ذكرت توحد كل الأطراف السياسية منها المعارضة لنيتنياهو ضد أي هجمة خارجية وأي ربما أي رب سعل دفاعي دفاعي كما يقولون نعم ربما هذا هو السؤال الآن لماذا لا يتوحد الفلسطينيون كما يتوحد الإسرائيليون في مواجهة أي خطر خارجي وأن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ ما جاء في إعلان بكينس هذا بالضبط ما ندعو إليه لأنه في واقع الأمر لم يعد هناك مبرر على الإطلاق لبقاء أي خلاف فلسطيني داخل اليوم في جنازة الشهيد إسماعين هنية رأينا وحدة وطنية أن القوى كلها موجودة ولكن هذا لا يكفي اليوم السؤال الكبير وعلى فكرة هذا ليس لأنه اغتالوا الشهيد إسماعين هنية قبل ذلك اغتالوا شعب بكامله في غزة ألا تكفي كل هذه الجرائم والإبادة الجماعية لتوحيدنا؟ نحن وصلنا إلى بكين والصين قدمت لنا كل ما تستطيع لتساعدنا في الوصول إلى الوحدة الوطنية وأنجزنا اتفاق واضح الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني فورا ينص على إطار قيادة وطنية موحدة فورا أي قيادة وطنية موحدة وحتى دعوة اجتماع الأمناء العامين لبرمرجة جدوى الزمني لتوحيد الضفة وقطاع غزة بمؤسساتها ومكوناتها وسد الطريق على نتنياهو لا يوجد مبرر الآن لعدم تنفيذ ذلك اليوم أمس كان يجب أن يكون في وحدة وطنية ولو كنا ربما موحدين أمس لربما لما أقدمت إسرائيل على كل هذه الجرائم الآن المطلوب فعلا وحدة وطنية راسخة لم يعد الأمر ينتظر إذا كان هناك من ما زال يراهن أو يحلم بإمكانية التفاوض مع هؤلاء الفشيين فهو مخطئ تماما هم أغلقوا كل الأبواب ويقولوا في أبلغ وأبرز من أن يقول نتنياهو في غزة لا فتحستان ولا حمسستان ماذا بقي؟ هو ضد الجميع الضفة الغربية اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر أنشأت تلاتين ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية جردوا السلطة من كل صلاحياتها جردوا السلطة من صلاحياتها الأمنية في منطقة ألف جردوا السلطة من صلاحياتها المدنية في منطقة ألف لم يبقى شيء إذن على ماذا نختلف؟ لا في سلطة والسلطة كلها تحت الاحتلال ولا الهدف الوطني والبرنامج الوطني عاد عليه خلاف لأنه واضح أنه ما في طريق أمامنا إلا طريق الكفاح المراهنة على حلول الوسط لم يعد لها جدوة بالنسبة لموقف الحركة ننتظر موقف واضح من حركة حماس بشأن المفاوضات هل من الأفضل لحركة حماس أن تذهب إلى الاستمرار في مسار المفاوضات أم أن تعلن موقف واضح بأنها لن تشارك فيها بعد محسن؟ لا حركة حماس لم توقف المفاوضات أصلاً والذي أوقف المفاوضات نتنياه وحركة حماس تتصرف بحكمة لأنها تضع المسئولية والملامة وطول الوقت على الجانب الإسرائيلي وعلي أنا أذكر أنه كان فيه اتفاق مطروح وإسرائيل دعت أنها تقبله وقبلته حركة حماس ثم تنكر له نتنياه وعمل على نسفه ثم جاء بايدن بخطاب قال فيه أن هذا مشروع إسرائيلي موافق عليه إسرائيل ولم يقل نتنياه أنه موافق عليه ومع ذلك قبلته حركة حماس مع بعض التعديلات قبلته من الذي رفضه؟ نفس الذي قدمه نتنياه وحاول نتنياه قبل اغتيال إسماعيل هنية القائد إسماعيل هنية حاول جاهداً أن ينسف أي فرصة للاتفاق عبر مزيد من الشروط التي يعرف تماماً أن لا أحد سيقبل بها وعندما فشل أيضاً في ذلك لجأ لعملية الاغتيال أنا برأيي نتنياه هو يأمل ويحلم أن تعلن حركة حماس والقوى الفلسطينية أنها أغلقت باب التفاوض أنا برأيي لن تفعل ذلك ولن تعطيه هذه الفرصة ويجب أن تحمله هو المسؤولية عما يجري الذي أوقف المفاوضات ليس الجانب الفلسطيني بل إسرائيل وإسرائيل ليس فقط بتصرفاته بل بموقفها وبرأيي أنا نتنياه لا يريد وصول الاتفاق ولا تهم حياة الأسرة على الإطلاق لا يهم إن ماتوا جميعاً هو يفكر فقط بنفسه والآن من الواضح أن المسألة لا تقتصر على نتنياه وحرصه الشخصي على عدم وصول الاتفاق الآن المسألة أكبر هناك تيار فاشي كبير يحكم إسرائيل وتيار فاشي يمتد في المجتمع الإسرائيلي بكامله وهذا لن يوقف ولن يردع إلا بوحدة وطنية فلسطينية راسخة وبصمود بطولي يقف في وجه كل هذه المؤمرات بالنسبة لما يجري في غزة تصعيد غير مسبوق في مختلف المناطق الأزمة الإنسانية مستمرة ومتصاعدة ماذا يحضر بعد لقطاع غزة في ظل كل ما ذكرته نتنياه لا يريد مفاوضات هو معني بالحرب وباستمرار هذه الحرب في ظل مجتمع فاشي وعنصري إسرائيلي الوضع لا يطاق في غزة وطبعا قلوبنا مع أهلنا هناك نحن لدينا 45 فريق في الإغاثة الطبية الفلسطينية يعملون هناك ويعالجوا حوالي 200 ألف مريض شهريا ويرسلوا لنا تقارير مرعبة عن الوضع الإنساني وعن الوضع الصحي أنت تتحدث عن ما يقارب مليون و800 ألف شخص من مليونين و200 ألف شخص مصابين بالأمراض الآن نتحدث عن انتشار الأوبئة نتنياه يحارب الناس ليس فقط بالقصف بل بنشر الأوبئة والأمراض وهناك خطر انتشار مرض شلال الأطفال وهذا شيء مرعب وعلى فكرة إذا انتشر سيمتد إلى المنطقة بكاملها بعد أن قضينا على هذا المرض بالتطعيم هناك خطر انتشار هناك إصابات بحالات التهاب السحاية وهي إصابات خطيرة أيضا هناك 172 ألف حالة التهاب كبد وبائي وهذا وباء آخر خطير جدا إذن هناك وضع إنساني خطير وهناك نقص تخيل أنت في حوالي مليون و600 ألف شخص في شريط ضيق جدا على الساحل بين رفح وخان يونس وحتى هذه المنطقة لا تعتبر آمنة لأنه من حين لآخر يقوم الإسرائيليون بالقصف فيها والآن هناك قصف شديد في مناطق الوسطى في دير البلح في انصرات لأنه يريد أن يزوج بالناس كلهم في هذا الشريط الضيق طبعا الذي أفشل خطته سمود كثيرين في شمال غزة ومدينة غزة وهذا يشعر بالحقد ولذلك يجروا أيضا عمليات قصف دموية في مدينة غزة وفي أحيائها المختلفة لكن الذي نراه معجزة معجزة سمود رائعة للشعب الفلسطيني اللي رغم القصف والتنكيل وأكثر من خمسين ألف شهيد وتسعين ألف جريح وربما حوالي سبعت عشر ألف طفل شهيد رغم ذلك النص صامدة وباقي على أرض وطنها ولن ترحل كما أن أهل الضفة الغربية والقدس لن يرحلوا وهذا التنكيل الإسرائيلي والسلوك الفاشي يجب أن يقابل الآن بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة تتصور درجة الجنون الفاشي رجل دين شيخ كبير مثل عكرم صبري عمره في الثمانينات يقوم باعتقاله فقط لأنه في خطبة الجمعة نعى الشهيد إسماعين هنية إلى هذه الدرجة وصل الانحطاط الواقع السياسي وهذا إن دل على الشيء فهو شيء قلتي حضرتك الآن يجب أن نكون جميعا موحدين في مواجهة هذا التيار الصاعد والخطير ولكن أنا أريد أيضا أن أقول رسالة لشعبنا هم يريدوا أن يشعرون بالإحباط واليأس ولا يجب أن نسمح للإحباط واليأس أن يتسلل لصفوفنا هذا أكبر عدو لنا وبالتالي الشعور بالإيمان والثقة بالنفس والثقة بالمستقبل يجب أن يكون كبير لا يوجد شعب في الدنيا تعرض لاستعمار دون أن يمر بظروف صعبة وقاسية لا يوجد شعب طبعا شعب ناضل ضد الاستعمار إلا وشهد اغتيالات وقتل ودمار واليوم الشعب الفلسطيني أقوى من محاولات إسرائيل كسره ولم تكسره شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي الأمير العام للمبادرة الوطنية شكرا لك التلفزيون العربي